بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب أيها الإخوة بدأنا في الحلقة الماضية حديثا بعنوان الحوار منطلقاته وآدابه تحدثنا عن منطلقات الحوار وأسسه واليوم نخصص الحلقة بإذن الله وتوفيقه لآداب الحوار الحوار أيها الأحبة ليس هدفا في ذاته ليس معركة تربح أو تخسر لذاتها الحوار وسيلة وهو وسيلة لأمرين لا ثالث لهما الحوار وسيلة الوصول إلى الحق في مواجهة الباطل حين يكون الحوار مع الخارج مع الصف الخارجي فأنت تريد أن تجلي حقك وأن تنتصر بحقك على باطلهم هذه واحدة أو يكون الحوار الحوار إذن عندنا حوار خارجي وعندنا حوار داخلي وفي كلتا الحالتين الحوار وسيلة فلا نعظم الأمر لنجعل الحوار هدفا فنضل ونضل ونبتعد عن آداب الحوار أيها الإخوة نظرت كثيرا في الآداب التي علمنا إياها كتاب الله تبارك وتعالى في الحوار وعلمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المحاور الموحى إليه بأبي هو وأم نظرت فوجدت أن أعظم أدب من آداب الحوار أن نتحلى بالنية الصحيحة فهذا أول أدب لا يتقدم عليه أدب أبدا الإخلاص إخلاص النية في الحوار هو ملاك الأمر هو مفتاح الأمر هو أدب الآداب ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النية أصل العمل كله ألم يفهم ذلك علماؤنا عن رسولهم صلى الله عليه وسلم حين بدأوا كتبهم بإيراد الحديث النبوي المشتهر على ألسنة الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه النية أصل العمل هي أهم منطلقات العمل والقول معا والنية الصحيحة أيها الأحباب هي بريد المحاور إلى قلوب المستمعين انتبهوا إذا كانت نيتك سليمة فما خرج من القلب يستقر في القلب وهذه عبارة تسمعونها كثيرا وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان يصعب عليه أن يدخل في القلب النية الصحيحة يكتب لصاحبها القبول في قلوب الناس وعقولهم على حد سواء والحوار يتقصد هذين يتقصد الوصول إلى عقلك لإقناعه وإلى قلبك لإراحته وإشعاره بالأنس والطمأنينة لما تقول أيها الإخوة بدون نية صالحة نحن مجدفون بدون نية صالحة سنكون أصحاب هوى سنكون أصحاب غرض خاص لا علاقة له بالله ولا برسوله ولا بفائدة المسلمين ولذلك لا بد من العمل الصالح الذي يقترن بالنية الصالحة والحوار في أصله عمل صالح وقول صالح نتذرع إليه بالنية الصالحة حتى ترفعه النية الصالحة تجعل الحوار عبادة اسمعني والله يا إخواني نحن ندرس طلابنا في مادة مدخل الفقه الإسلامي في كلية الحقوق أن المباح لا يثاب فاعله مطلقا ولا يعاقب فتاركه مطلقا المباح في الأصل يتغير بالنية فإن أكلت أو شربت انتبه ولم تستحضر أي نية فلا مدام أكلك وشربك مما أبيح فلا ثواب ولا عقاب لكن لو أنك عقدت قلبك قبل أن تضع يدك في الطعام على أنك تأكل لتتقوى على طاعة الله فقد ارتقيت بمباحك إلى درجة العمل الصالح إلى درجة المندوب الذي يثاب فاعله هذا هو أثر النية النية تجعل عملك عبادة لا مجرد هرطقات كلامية ولا إظهار فصاحة ولا إثبات موجودية لا إذا نويت الله ونويت إرضاءه ونويت النجاة في الدار الآخرة من حوارك الداخلي أو الخارجي معا فإنك في عبادة يرضى عنها الله عز وجل وتنصر دين الله جل في علاه وتؤسس للفكر الصافي الذي يبني ولا يهدم لأجل ذلك تعال أيها الأخ يا صاحب الشهادات أيها المحاور يا صاحب العقل يا صاحب المنطق السليم تذرع بنية صالحة وأنت تتفوه بكل كلمة من الكلمات تخرجها في سبيل إظهار رأي سديد وتصويب رأي فطير فإذا استحضرت الله والدار الآخرة في كلامك فإنك بإذن الله تعالى في عبادة يا رسول الله أفنآخذ بالكلمة قال ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال إلا حصائد ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم إذن هذا اللسان في الحوار إما أن ينجيك ويرفعك ويجعلك في العابدين وإما أن يخذلك فتكون والعياذ بالله من المركوسين المعذبين الذين يكبون في وجوههم على النار نسأل الله أن لا يجعل أحدا منا كذلك إذن النية أدب الآداب في الحوار وأعظم بواعث هذا الحوار وأعظم روافعه وأعظم روافعه ثانيا لابد في الحوار من أدب التزام القول الحسن والبعد عن البذاءة والفحش في القول ليس المؤمن اسمع حبيبك اسمع حبيبك صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء حتى وإن كان أمامك أبو جهل تحاوره أبو جهل الذي كذب رسول الله وجها لوجه أو أبو جهل أي عصر من العصور فلكل عصر أبو جهله ولذلك أنت لست على استعداد أن تنحط إلى مستوى الخصم الذي يحاورك حتى وإن كان يريدك أن تنزل على عقيدته الفاسدة أو أكثر من أن يقولوا لمحمد عليه الصلاة والسلام في حوارهم له نعبد إليها كأول النهار وتعبد إلهنا آخرة فلم يشتمهم ولم يقذع لهم في القول فانتصر له الوحي آيات تتلى إلى يوم القيامة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا هو القول الفصل ولا أنتم عابدون ما أعبد أرأيت بالكلمة الطيبة وبالحجة الدامغة وبالموقف الحازم لا يعني بأن أنت تلتزم بدفء اللسان وحسن القول أن تكون رخوا في إبداء حجتك لا هذان ليس شيئين متنازمين على الإطلاق المؤدب في قوله البعيد عن البذاءة والفحش لا بد أن يكون صاحب منطق ليوصل حجته إلى خصمه دون أن يقذع في قول أو يجرح أذنا بكلمة نابية ونحن نستدعي أساليب الحوار في القرآن الكريم فانظر إلى أدب عظيم علمتنا إياه سورة سبا حين يلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يحاور المشركين أمامه قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين اسمع هتان آيتان واحدة تلو الأخرى فلنكن عند الأولى ابتداء وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لم يبدأ الحوار بأنه أنت كفر فجر ملاعين والدين لا ما في داع تعالوا تعالوا نحتكم إلى العقل والمنطق نحن نتحاور أحدنا على حق والآخر على باطل لا أقول ابتداءا أنه أنت على باطل ولا أقول ابتداءا أنا على حق لكن بالحوار سنلزم بالحجة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين واحد على اليمين واحد على اليسار طيب ثم قال ماذا ثم قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون شفت حتى في هذا إذا كنتم تنسبون لنا إجراما في القول أو العمل اسمع فأنتم لن تسألوا عن إجرامنا ولما جاء إلى الحديث عنهم قال ونسأل عما كنتم تعملون ولم يقل عما كنتم تجرمون وهذا من باب التنزل في الحوار هب أننا مجرمون فنحن نتحمل مسؤولية إجرامنا وأنتم لا تتحملون أما أنتم فتتحملون مسؤولية عملكم هذا الأدب من آداب الحوار لا يمكن المحاور من حساب النقاط عليك ولا من رميك بأنك نزق وأنك ترمي غيرك بالتهم جزافا ولكنك تلزمه الحجة رويدا رويدا ومن هنا نعم أنت التزمت بالقول الحسن ولم تكن بذيئا في لفظ ولا قول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فلما قلت الذي هو أحسن ألزمته الحجة بهدوء فظهر للعيان أنه على باطل وأنك على حق طيب تعالوا إلى فاصل قصير ثم نكمل بعده أدب الحوار فابقوا معنا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب إذن من آداب الحوار استحضار النية الصالحة ليكون حوارك عبادة والالتزام بالقول الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن كما يفعل كثير من المحاورين ثالثا أيها الأحبة عدم الاستئثار بالوقت كله من آداب الحوار الاعتماد على الجمل القصيرة والمفيدة من آداب الحوار أنت لا تأخذ الوقت كله وأنت تختصر في الوصول إلى حجتك وهذا أمر يحصل عليه المحاور بالدربة وبالمحاولة وبكثرة الاستعانة بالله أولا ثم الاستزادة من العلم والتعلم والمراس في الحوار أنت حينما يكون كلامك قليلا جملك قصيرة تعين المحاور والمستمعين على أن يفهموك فهما صحيحا وتبعد الملل عن نفوسهم في متابعتك والحقيقة من يرى أنه أهل لقيادة دفة الحوار فرديا الوقت كله هذا إنسان مريض يعني أنا إذا إيجاني الدور في الكلام أنا عاوز أخذ الوقت كله وكلما حاول غيري أن يرد علي أو يوقفني في فكرة أو يطلب حتى الإذن بأدب أن يتكلم منعته من ذلك منعا كاملا هذا للأسف بيكون في العادة اسمعوني يا أخوة يعني المحاور إذا كانت في يده سلطة بيكون حوار فج يعني أنت لما بتحاور واحد هو مسؤولك في عمل بتحاور واحد هو مسؤول في الدولة فإن لم يكن عنده التواضع الحقيقي وجايين لحكاية التواضع إن لم يكن لديه الثقافة الحقيقية التي تعينه على حوار منتج فإنه سيأخذ الحوار بسلطته بسطوته بقلة أدبه والأصل أن الإنسان كلما ارتقى شأنه في الناس أن يرفع أدبه وأن يزداد فهما وتواضعا ولينا عريكة المحاور الذي يستخدم سلطته ومركزه الاجتماعي هو محاور فارغ المحاور اللي بيعتمد على خوف الخصم منه هو محاور خاسر قبل أن يبدأ الحوار ما معنى أن أحاورك وأنت رئيسي في العمل وأعلم مسبقا أني لو أظهرت رأيي على رأيك فسيكون مصيري في الشارع ولن أجد ما أنفق فيه على عيالي في آخر النهار إذن الحوار محكوم عليه بالفشل ابتداءا لا المحاور الناجح يضع رتبته جانبا يضع منصبه جانبا وإذا هم بقولوا دول ديمقراطية إذا كنا ديمقراطيين فعلا أو شوريين فعلا فلابد أن نتحمل أن يقال لنا أخطأت سيدنا عمر قال له دعه لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها من أدب الحوار أن تسمع خصمك اللي هو في الحوار خصمك وقد يكون أخاك في الله لكن رأيه مخالف لرأيك فمن أدب الحوار في الحقيقة أن لا تستخدم سلطتك في الاستئثار بالوقت ولا الاستئثار بسطوة الحجة ولو كانت ضعيفة سطوتك أنت التي نزلت على الحجة فجعلتها قوية بقوة السلاح بقوة المنصب بقوة الأتباع لا يا سيدي تريد أن تحاور فانزل إلى الحوار بعقلك لا بعضلك انزل إلى الحوار بحجتك لا بزبانيتك وجلسائك وأنصارك انزل إلى الحوار فكرا بفكر منطقا بمنطق عقلا بعقل حجة بحجة وانسى أنك فلان وأنه علان إن الذي يتذرع في الحوار بقوة جيبه بقوة سلاحه بقوة سطوته هو إنسان مهزوم ابتداءً لابد إذن في الحوار من أدب مجارات الخصم في الفكرة والتأدب مع هذا الخصم في إظهار الحجة وعدم إرهاب الخصم لتجعله يسكت كل الوقت أو بعضه فإن كنت من أصحاب السلطة العاهرة الفاجرة فمحكوم على حجتك أصلا بالهزيمة كما قلت وأعيد وأكرر مسبقا وسلفا وقبل أن ينطلق الحوار إن الذي يستأثر بالحوار الوقت كله مغرور جاهل ويدل ما هو عليه على حبه للشهرة وعدم الإخلاص الذي تحدثنا عنه على أنه الأدب الأول من آداب الحوار هذا الإنسان الذي لا يريد لصوت أن يعلو على صوته ولا لحجة أن تظهر على حجته ولا لشخص أن يخرج في النتيجة منتصرا بفكرة بناءة هذا الإنسان عديم الإخلاص يريد الحوار لتكبير نفسه وهو صغير وسيظل صغيرا في أعين الناس وسيظل صغيرا في ميزان الله وهو أهم وأخطر من مجرد صغره في عيون الناس إن الذي يستأثر بالوقت كله في الحوار هو إنسان غير مبالي بمشاعر الناس فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة كتب له عدم القبول كتب له الكره في قلوب الناس كتب له أنه لم يستطع لا أن يكون مخلصا مع الله فينال رضاه ولا أن يكون مراعيا لمشاعر الناس فينال حبهم وقبولهم من آداب الحوار أيها الأحبة حسن الاستماع إذا تكلم المحاور مش بس الأولى إنه والله اللي قبلها إنه هو عاوز ياخد دفت الحوار كل لا وأيضا عندما يتكلم غيره يظل يتفلت حتى يقاطع غيره تجنب مقاطعة المحاور هو أدب عظيم من آداب الحوار ومظهر لثقة المحاور بنفسه فلتتكلم ما تشاء هذا وقتك هذا وقتك تفضل أدلي بدلوك واذكر حجتك وتحدث بمنطقك فأنا أحسن الاستماع لأن إحسان الاستماع مهارة إذا أضيفت إلى مهارة إحسان الكلام وبلاغة الحجة كان المحاور في أعلى درجات القدرة والكفاءة إذا تكلمت كلامك فصيح أنت على رأسي لكن ماذا عنك حينما تستمع هل تكون قادراً على كبح جماح نفسك فتترك خصمك في الحوار يكمل كلامه إلى آخره ويظهر حجته حتى تستعلن لأنك واثق بنفسك فإن فعلت فأنت قوي حتى لو هزمت في الحوار بالمحصلة لأن المتحاورين يجب أن يكون أحدهما أظهر حجة من الآخر يعني التعادل في الحوار غير مقبول عقلاً غير مقبول عقلاً أو منطقاً أو واقعاً حتى ولذلك يعني من سنة الله أن يكون وربما كان على حق لكن الحق الذي على فم أحد المحاورين أظهر وأكمل من الحق الذي على لسان المحاور الآخر فلما لا نقر بهذا وبذاك ولما لا نقر بأن الله قد أعطى الناس طاقات ليست متساوية وهذا من عظمته جل فعلا لإظهار الحق وإعلانه والمساعدة على التعايش السليم في المجتمعات العاقلة التعايش السليم في المجتمعات العاقلة الحقيقة هذا الأدب أدب حسن الاستماع يكمل أدب عدم الاستئثار بالوقت لأنه إذا قلت ثم سمحت لغيرك أن يقول فاستمعت له الاستماع الصحيحة وأنصدت الإنصات الحسن فأنت محاور من الطراز الأول وكما قلت لا يضيرك بعد ذلك لا يضيرك إطلاقا أن يكون الحق على لسانك أو على لسان محاورك فأنت في الحالين مأجور من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر الأجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والأجر الواحد هو أجر الاجتهاد أيها الإخوة من آداب الحوار عدم الاستخفاف بالخصم انتبه إياك إذا بدأت حوارا أن تبدأه بداية من استخفاف والله أنا معي دكتوراه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحمل الدكتوراه كان أميا يوحى إليه والصحابة الكرام كانوا آئمة صحيح حمل الشهادات مطلوب لأنه اليوم في زماننا في المئات الأخيرة من عمر الزمن صار يعني الشهادات إشارة إلى أنك حصلت علما وإن كان هذا موضوع يعني طويل لا نريد أن نخوض فيه لكن ألا يحصل أن يكون شخص لا يحمل شهادة عليا عنده من الإحاطة بعلم ما ما ليس عند غيره من حملة الشهادات نحن في زمان أدركنا فيه الشيخ مصطفى الزرقة وأدركنا فيه الشيخ علي الطنطاوي وأدركنا فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي هؤلاء وغيرهم كثر وكثر جدا بعضهم كان معا شهادة بكالوريوس وبعضهم كان تلميذة مشايخ في الكتاتيب أنا بعرف بعض علماء الحرم النبوي والحرم المكي درسوا على المشايخ رحم الله الشيخ الإمام عبدالعزيز بن صالح إمام الحرم المكي كان تلميذة إمام الحرم النبوي عبدالعزيز بن صالح رحمة الله عليه على أئمتنا جميعا وعلى علمائنا جميعا هذا كان تلميذ مشايخ يعني بالكاد كان الله أعلم يكتب أو لا يكتب لكنه كان عالما وكان رئيس محاكم المدينة المنورة عالم مكتمل كامل كمال البشر كمال البشر كمال البشر عالم يشار إليه بالبنان ولم تكن له تلك الشهادات فلا تستخف بخصمك في الحوار وتقول أنا معي هو معوش أنا فل برف وهو أستاذ مساعد جوز جوز من هذا انظر إلى الجوهر أكثر من نظرك إلى المظهر آه لما بدنا نعين في الجامعات للجامعات أن تضع المعايير التي تريد هي حرة لكن في الحوار المفتوح قد يكون قليل العلم في نظرك عظيم الحجة عند الله وفي أنظار الناس فاستخفافك بالمحاور ضعف فيك ومرض وكلة حيلة تسقط حجتك أيها الأحباب الحقيقة أخي يقول انتهى الوقت لكن من آداب الحوار أن يخاطب المحاور الناس المحاورين بما يفهمون في الحديث الموقوف على سيدنا علي رضي الله عنه خاطب الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله إذا رأيت محاورك ذا يعني مقدر معين على الفهم فلا ترتقي أكثر منها لأنه ربما يرميك بزندقة أو يرميك بإباحة محرم لأنه لا يفهم عنك ما تقول رحم الله الشافعي حاورني جاهل فغلبني وحاورني عالم فغلبته ليه؟ لأن العالم أستطيع أن أذهب وإياه مذاهب كثيرة في الحوار يفهمني وأفهمه لكن الجاهل ليس بيني وبينه لغة مشتركة في الخطاب فيغلبني بكثرته يعني تلاعبه بالألفاظ وعدم فهمه عليه وأخيرا أيها الأحباب المحاور صبور حليم فالحوار من غير صبر ولا حلم محكوم عليه بالفشل لا بد من تسلسل الأفكار وإمهال الخصم وعدم استعجال النتيجة الصبر على المحاور يلزمه الحجة ويصل بالصابر إلى هدفه دون نزق فالغضب يعبث بتماسك المحاور ويذهب رشده ويوقع الاستخفاف في نفس محاوره والمستمعين فيه الله بيقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها واصبر نفسك الصبر والحلم أدب عظيم من آداب الحوار اللهم إنا نسألك أن تؤدبنا بآداب كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة